اهلا وسهلا بكم النهاء الانفصال مع الفنان أمال عرفه هل كان بسبب كما قلت أنه الروتين يومي وتكرار في اليوميات بالإضافة لمشاكل طبيعية زي أي أحد أم أنه السبب هو خلاف سياسي أبدا ما في أي خلاف سياسي لا لا أبدا هو خلاف بتفاصيل حياة يومية ونحن أصدقاء تجمعنا صداقة يمكن اللي تغير أنه نحن بس معايشين ببيت واحد كل حدا عايش ببيت نحن بجمعنا طفلتين نحن بيناتنا ذكرات حتى من فترة ليست بعيدة يعني من أقل من شهر شهرين يعني نزلت أمل صورة تجمعني أنا وياها ومكاتبة شي هيك كنا متعشة مع بعضنا لا أبدا أبدا ما في أي خلاف هي خلافات العلاقة بحياة تفاصيل حياة يومية العلاقة بنصيب نصيب عن جد نصيب يعني هي القصة أنا ما كتير بسكر فعلا عن الموضوع بس بما أنه لازم نحكي عنه لازم نحكي عنه مثل أي اتنين بينفصلوا بس يمكن نحن كونه أعمارنا لم ننفصل ونحن نأسس حالنا نحن كل حدا كيان بحد ذاته كل حدا له خصوصيته يمكن هيك أفضل لنا وأفضل للبنات ومن أتمنى لك التوفيق نتمنى لأمل أيضا التوفيق نتمنى لأكيد إلى التوفيق والرأس المال هم بناتكم أكيد قلت تحديدا بالنص وأتمنى تكون شفاف معي في هذه النقطة قلت تحديدا مؤخرا مدير الانتاج أو منفذ الانتاج يوزع الأدوار على الفنانين بحسب حابب ذكر اللي ما عنده ذاكرة قلت كذا للمخرج ولا المنتج ولا الموزع ولا حدا له فضل عليه بنتفه تحديدا إن شاء الله أجيب بالله جزيلا متفه يعني قليل لو بقليل غير ما يعني ما في إلا موهبتي وشغلي هم يعني القوة الناس شوفوا يعني غرور في نفس الوقت أنت فعلا وصلت مرحلة قلت اللي الفضل على سرمايتي اللي يجيب لي هذا على سرمايتي هل فعلا من الذي دعاك لهذا المفعل أنت رائع يعني لا أحكي لك من زمان كتير أول ما بدأنا كان المخرج طبعا هذا ما هو تعميم أنا رجعت في شيء مصلح هذا ليس لا يعمم على الجميع هي ممكن ما ذكرته وهلأ بقوله من خلال نوضح من خلال برنامجك بشان ما نفهم غلط النسبة كبيرة أصبحت فكرة التقاليد التقاليد بهذه المهنة بعتقد شيئا فشيئا عم بتتلاشى كأنه بالتسعينات المخرج هو صاحب القرار دائم بأنه هو يختار ممسيدينه وهو يختار لوكيشن ويختار كل شيء فيما بعد قبل التسعين بالتسعينات دخلة المحطات الفضائية أصبح المنتج هو الأساس وهذا طبيعي يا فكرة المنتج دائماً لوجهة نظر لأنه هو بدي يسوق هذه المادة هذه البضاعة اللي بدي يشتغلها لأنه صناعة بالنهاية بمرحلة مراحل أصبح كمان هناك نجوم بيعملوا ريتنج فصار الموزع يختار مع المنتج الممثل بالإضافة للمخرج هلأ كلها تهي العلاقة بيه تفاصيل مهنة ولكن مؤخراً أصبح مع الأسف وهذا كمان برجع بأكد بشان ما يفهمونا بعض أصدقان أنه في عنا بعض عنا مخرجين إلى الآن هنه أصحاب قرار وهنه من الألف إلى الياء من اختيار أصغر ممثل لأكبر ممثل لاختيار لوكيشناتهم ما عندهم استعداد يتنازلوا نهائياً لكي نكون واضح يعني أنا شخص كثير واضح وكثير صريح فقلت مؤخراً أصبح منفذ إنتاج هو بيختار هو بيقول عنك مسافر أو موجود أنا ما عم بحكي عن حالي أنا كنت الحقيقة مستفز بالنسبة لبعض الممثلين يلي هنه من طلابي يلي أنا درستهم بفترة من الفترات وهنه ممثلين رائعين واشتكولي بشكل وجداني عم يحكولي قلتلوا أنتوا ليه ما عم تشتغلوا فكانوا قاعدين قال لأنه منفذ الإنتاج أو مدير الإنتاج قال عني أنه ما بده يعني أو فلان ما بده يعني فأنا وقته كتير ستو في الزيت فقلت من قيمة مدير الإنتاج يلي هو أساسي كمان يعني مدير الإنتاج ما ننقلل من قيمته ولكن لا يتدخل بالفنانين وباختيار الفنيين والممثلين هي مسألة الداعية وليست مهنة تنسيقية يعني أنت استفزازك تبو تقنعني أن هذا هو الاستفزاز الوحيد أكيد أكيد عشان الناس يعني أنت ما نضريت من هذه النقطة لا أنا بحياتي أنا أول شيء بعمري ما تحاربت هي لكون واضح يعني في ناس لك أنا دائما بطلع الضحية أنا بعمري ما تحاربت بس ويمكن إذا بتحدى شي فبتحدى حالي دائما الحمد لله اسمي جوكر بسميني دائما موجود وبيعمري بحياتي ما حسيت بغبن دائما عندي إحساس أنه أنا موجود ودائما عندي خياراتي بس أنا بزعل على بعض الناس يمكن لأنه عم قل لك التقاليد شيئا فشيئا عم تتلاشى فهذا الشيء استفزني فعلا ودايقني وحسيت أن هدول الناس موهوبين جدا وتعبانين كثير على حالهم وعندهم حضور ما بيصير يقرر مصيرهم شخص ليس له علاقة بهذه ممكن يكون وجهة نظر مخرج يقول لك هذا الرجل أو هذه الممثلة ما إلى مكان عندي تحترم وجهة النظر يقول لك لا أنا الشخص الثاني شايفه أهم هذا مخرج هذا قائد عملية فنية كاملة أما يجي مدير إنتاج أو منفذ إنتاج وفعلا هذا اللي استفزني بالنسبة بما يخصني أنا أنا فعلا يعني في ناس أثرت فيني في ناس تعلمت منهم مخرجين وأصدقاء طيب فيه شلالية بس ما حدا ما اشتغلت بحياتي بمنية حدا أو بمعية حدا فيه شلالية هذا أكيد والشلالية أحيانا بتكون صحية على فكرة بالمناسبة يعني أنت مثلا حضرتك بجوز في عندك فريق بعداد زائد فريق بتشتغل معه أنت بترتاح معه فيمكن يكون معك عم ينتقل من برنامج لبرنامج ممكن تضيف بعض العناصر بس أنت في عندك ما نشلالية بقدر ما هو فريق فيه ناس ترتاح مع بعضها يعني بتلاقي مخرج بيقولك هذا دي أوبي مدير الإضاءة والتصوير عم يخدمني عم يحقق لي الصورة والجمالية اللي أنا بدي إياها هذا الممثل هذا الممثل عم يصار فيه بيني وبينه شفرات في لغة فهي اللغة وهي الشفرات بتكسف الوقت وبالتالي بيفهم علي من إشارة من نظرة أكتر ما أجيب ممثل أعود أشرح له كتير ويمكن ما يفهم علي طيب خلينا نروح أيضا أسماه بعض التصريحات الممثل السوري سامر المصري كان ضيفنا في العام الماضي نوجه له تحية من هذا المنبر أنت قلت يعني أو أكد أنك لو كنت في مكاني لما شاركت في باب الحارة وتحديدا دور العكيد لأنك تقول هو مشكلة سامر تقمص الشخصية حتى في الواقع أيضا لا لا أصلح بس الشغلة عن كله موثق أنا قلت بالعكس سامر عمل شخصية رائعة عملت له جماهيرية بالوطن العربي استثنائية بشخصية باب الحارة شخصية العقيد بس أنا عم أقول سامر لازم كان يقتل هذه الشخصية يموتها كيف يعني هي مصطلحات فنية شوية العلاب الدرامة يقتل هذه الشخصية ويعيد نفسه من أول وجديد هلأ حاول يعمل هذا الشي بس بعدها شخصية العقيد موجودة يعني أنا شوفه ممثل 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 كويس كتير فأنا بشوف أنه ممكن كان ينتقل من دور لدور مثل لما حكيت عن طبعا استاذ عابد فهد كمان صديقنا لما قلت وتلازم يطلع من المودير أنه يطلع من المودير يرجع للتاريخ لأنه تذكره بالظاهر بيبس وكذا هي وجهة نظر ورأي تابع دوره في خادم الإمام في سمرقند سمرقند ايه امبسط له يعني امبسط أنه يخلص شوي من المودير لأنه طيب سامر مثلا عمل التاكسي اه ما عام لك هو حاول يطلع من المسألة بس بعدها شخصية يعني أنا مثلا لأنه عمل لك كونه ممثل كتير كويس يعني ما بعتقد أنه حيتم بسوط كل عمره من أمتى له عامل الشخصية العقيد يعني فيه يمكن مرأ سنوات طويلة أنه كل ما يبتخل للمكان إجاء العقيد أبو شهاب هو سامر المصري بالنهاية هو ممثل هو لا عرف شو فهي غيرة غيرة فنية يمكن أو وجهة نظر ما بدي أقول غيرة فنية مشان فيه شخصيا طولت تعانيت أنك ما تخرج منها أنا الحقيقة دائما متنوع الحمد لله دائما بحاول بعمل شخصية بتنجح بقتلة بشي تاني يعني السنة الماضية عملت دور بمسلسل غدا نلتقي اللي عمل بحقيقة حضور استثنائي كان عمل يعني مو لأنه اشتغلت أنا فيه وإنما كل عناصره كانت رائعة من أهم الأعمال اللي قدمت السنة الماضية عربيا عمل أعمال مهمة جدا إخراج رامي حنى ومجموعة كبيرة من الأسماء كانت موجودة وعملت شخصية كانت كتير جديدة وكتير كانت صعبة السنة رحت باتجاه مغاير 180 درجة تماما بإني عملت عمل انترتيمنت عمل خفيف كوميدي لدرجة أنه صار فيه انتقادات كتير حول هاي القصة أنه معقولة اللي عامل شخصية محمود بغدا نلتقي السنة الماضية هو نفسه عم يعمل شخصية سليمه بمسلسل سليمه وحريمه بمسلسل كوميدي يلي اعتبروه بعض الصحفيين والأصدقاء وهذا رأيهم وكتير بيحترمو والأصدقاء أنه لا يليق بعبد المنى مع مايري أنا بقول أنه يلي عمل شخصية محمود بغدا نلتقي السنة الماضية هو نفسه كمان عم يعمل شخصية سليمه وحريمه كوميدي أنا شخص بحب المغامرة وبنفس الوقت بالنسبة للي التنوع أني اطلع مثل ما أنا قاعد ما عندي استعداد غير فرقي أو عائدة جرافتي بحياتي أنا ممثل بالنهاية لازم كون متنوع أنا بمل من حالي إذا أنا بتطلع كلهم على حالي بالمرأة في الخروج من الشخصية وقتل الشخصية هل يعتبر بسام كوسة مثال أعلى في هذا الموضوع بالتأكيد وبيذكر لك مثال شكرا كتير لألك ذكرتني الأستاذ بسام كوسة القامة الفنية الكبيرة عمل شخصية نصار ابن عربي بمسلسل خوالي بعتقد أو أو صالحية خوالي بعتقد خوالي عمل شخصية كسرة الدنيا بعدها عمل وكانت شخصية البطل الشعب الإيجاب بعدها عمل دور بدراما شامية عمل دور 11 دور بجزء وزير ودور شرير جدا 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 صحيح كانت الصالحية هذا صحيح ما تم عايش بحالة البطل الشعبي اللي بده يعيش عليها دائما لا حاليا أستاذ بسام كوسة عم يشتغل بمسلسل هو من بطولتي اسمه الرابوس بشتغل ضيف شرف لدور تقريبا 13 مشهد عم يشتغلوا لأنه الدور مختلف لا يبحث عن عدد الصفحات بنحاول نحن كمان نقول نفس الشي أنا بالنسبة لي كمان نفس الشي بحاول أشتغل بهذه الطريقة فهي ملاحظة في ناس تقبلها في ناس ما بتقبلها بس تعودت وهي آخر مرة يعني أنا قررت أنهم اليوم رايح لن أعطي رأيا بأي زميل من الزملاء حتى لو كان الرأي يزعلون منك يعني بجوز بيفهموها تعالي أو عم يفهموها يعني مثل انتقاد والممثل دايما بيحب دايما يكون أحسن واحد بالدنيا بس أنا لا ما عندي مشكلة أي واحد يانتقدني ما عندي مشكلة كان فعاتك مباشر من سامر المصري لك يعني حكيتم مع بعض لا طيب بنرجع للتقليد بس مدري هذا العظ كان قبل التقليد شكلك مش غريب ولا بعد اللي هو الفنال الكبير الوسوف اللي هو رشعك تكون أنت تعمل السيرة الذاتية في مسلسل ستين حلقة هذا يعني جاء من وحي من وحي عبد المنعمل الفنان ولا شكلك مش غريب ولا علاقة شخصية بينك وبين السلطان الطرب والله الحقيقة أنا بعمري بحياتي ما ألدت ولا بغني يعني يمكن ما حد بيعرف دندن شوي أو إذني موسيقية لأنه بحس الممثل لازل كبان تكون إذنه صح دايما لأنه الإيقاع والرتم هذا لا من وراء برنامج شكلك مش غريب بس يعني الأستاذ جورج والسوف بيتابع يعني بيشوف دراما بيعرفنا يعني بالأسماء وبالأشكال يعني بعد البرنامج الحقيقة لقيت تليفون منه وقال لي شكراً أنه أول مرة تعرف فيه ناس كتير بتقلدو بس بيقلدو بطريقة شفي فيها شي هزري أو كاريكاتيري أنا كنت عم بتقمص أكتر يعني كنت عم بشتغل على على التمثيل أكتر ما أشتغل على أني ضحك الناس على الفنان اللي عم قدمه يعني لما تيجي تعمل شخصية مثل الوديع الصافي قامة كبيرة يعني ما معقول يجي أنا أعمله وخلي الناس تضحك تقول يه وكأنك تعم تتمسخر من هذه الشخصية لا أنا كنت عم بعمل كل شخصية عم بشتغلها عم بشتغلها بأمانة وبصدق وعم حاول قدر المستطاع يعني اتماهى معه أو عيشه فهو اتصل الحقيقة وكتير استغربت من التليفون وقال لي أنا بشكرك كتير لأنه قدمتني بطريقة حلوية وصار هات التليفون بيناتنا فيما بعد التقينه وتم الحديث عن الموضوع واقف لأنه بتعلق بتعلق فيه بتعلق بعائلته كونك عم تامي سيرة ذاتية والسيرة ذاتية صعبة كتير وبتشرف أني أعمل شخصية عندها الكريزما عندها الحضور الجماهيري وزائد فيها دراما كتير شخصية بتقول فيك تعمل منها سيرة ذاتية لأنه في شخصيات كتير مهمة على فكرة بس ما فيها دراما في شخصيات كتير بالعالم الغناء ومشهورة كتير بس إذا بتدخل لحياتها أو بتخل لتفاصيلها بتحس ما في دراما فما بتنجح بأعتقد إذا ساويت هيك شخصية هتكون بس ما حسن بالموضوع لا لسا لم يحسن حكى فيه بس يعني مجرد حكي أنت تحددت عن الوسوف أنه مبسط وكاتف المكالمة في نازع له من اللي قلتهم أبدا يعني أنا مثلا الأستاذ ملحم بركات وصلني أنه كتير مبسط يعني ما بعتقد في شخصية قدمتها إلا كانت في شخصيات كانت يعني طبعا فريد الأطرش يعني متوفي شخصية وديع الصافي طبعا متوفي شخصية عبد الحليم متوفي يعني فيه شخصيات عملتها بس حاولت قدر المستطاع بهذا البرنامج أقدم شخصيات إلى تاريخ وإلى ذاكرة عند بذاكرتنا يعني بس موجودة وهو يهون الصعوبة أنك أنت لما عم تجي تعمل شخصية موجودة بالحياة عم تشوفه فإذا ما كنت مقنع يعني مية بالمية وعلى فكرة يمكن تكون أصعب من التمثيل بالتمثيل أنا بتناول الورق وباخد الشخصية وأنا بكسيها ومن بيدخل الخيال فيها أنا بتخيل كيف دي يكون إذا قاله شنب ولا إلا تغيير شعر ولا حالق شعره ولا إله كرش ولا كيف بيلبس كيف بيحكي بتتخيله أما أنت تجي تعمل شخصية موجودة بالذاكرة وعم تقدمها وتجسدها فبعتقد الانتقادات بتتكون كتير قوية لأنه إذا ما كان الشكل كتير قريب إذا لم تكن الحركة كتير دقيقة إذا طريقة الحكي حتى لما بيحكي حتى لما بيتحرك ما بتكون كتير دقيقة فمشكلة حقيقية ممكن تعاد فكرة برنامج بشكلك مش غريب ما عندي فكرة بس هو برنامج عالمي يعني هو تقدم بنفس الوقت كان متقدم بلندن وبإسبانيا وبروسيا بأكتر من ناحبه بس أما أنا خلص ما رحت عملها لا خلص ليش لأنه تجربة وراحت ولا لأنها سحبت من رصيدة كالدرامي لا خلص عملت شي نجحت فيه واخدت فيه اللقب وتحديت حالي وكان تحدي بنسبة إلي ممكن تشارك فيديو المشاهير مثلا لا مبدئيا لأنه بعتقد ما عندي الصوت الكافي بس ما بتعرف ممكن ممكن فينشاركوا ما عندي صوت عندك وسيق ممكن ممكن هلأ بدأ دراسة يعني بس يعرض عليه بدروس الموضوع وبشوف إذا إذا حبيت عرض أو لا طيب اليوم أنت لما حكيت وهذه سابقة قلت أنه أنا دعمت كثير أنا ما حظي دائما كان كويس وراضي عن نفسك ما دائما لا حظي لا لك شغلي بشان نوضحها يعني أنا من الناس اللي حظي ما نو قوي دائما بمعنى بتعب كتير 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 لوصل للشي اللي هل أده في ناس ما بتتعب أبدا متوسل لشي وهذا سؤالي اليوم أيضا دائما أنا نقول للتاريخ لأنه نؤرخ اللقاعات لما نتكلم هذا الرضا إلى حد كبير في نفس الوقت أنت ما ما تشعر أنه في أحد أقل منك مستوى والفرص عنده أكثر هذه سببها لمن في حال في حال افتراضي كان صح هل هي مجاملات هل هي شلالية غير حميدة هل هي هل هي أسباب سياسية أسباب جغرافية والله بتصدق حتى بالفترة اللي أنا كنت فيها ببداياتي في فترات عادت فيها بالبيت ولا مرة فكرت بهذا الموضوع دائما بقول هذا نصيب كل واحد بيأخذ اسمته بالدنيا ما عندي هالمشكلة ما بعرف إذا هو أنه أنا متصالح محالي زيادة وما بدي بيأ مثالي هلأ كمان حلل وأنا يعني هذا الشخص لا لا أكيد أنا بني آدم أحيانا بغار غيرة إيجابية يعني بشوف أحيانا ممثل زميل لأيلي أو منو زميل بتفرج على ممثل بقول ياه يا ريتني أنا مكانه يا ريتني أنا عامل بس بتطلع هيك مثلا بس أنا كمان نفس الوقت يعني بقول مثلا لو كنت مكان تيم حسن بالملك فاروق يمكن مو يمكن أكيد ما رح حسن أعمل مثل الشي اللي عمله لأنه كان رائع فوق الخيال أنا كمان بنفس الوقت موضوعي يعني مثل ما بحكي ولما بشوف شي حلو برفع التليفون وبحكي مع مين مكان وما عندي هالعقدة نهائيا ما بعرف ليه يمكن لأني هيك متربي يمكن لأني متصالح مع حالي ما بعرف شو السبب بسدقني ما عندي هالقصة نهائية طيب لماذا دائما ترفض الأدوار أو عمل يجسد الأزمة السورية سياسية ما لا بالعكس اشتغلت أكتر من عمل العلاقة بالأزمة السورية الأزمة السورية اللي هي بدتها 2011 حتى اليوم حكيت طبعا اشتغلت أكتر من مسلسل اشتغلت حلاوة الروح اشتغلت غدا نلتقي الأعمال لا لا بالشكل عمل يكون كله مرصخ للفكرة نفسي الأساسية أي ما يكون تفريعات لا هو نفسه غدا نلتقي وحتى حلاوة الروح وفي أكتر أكتر من عمل اشتغلتهم وكانوا بطولات يعني بالعكس حكينا عن الأزمة بشكله وفي أعمال كتير موجودة بسوريا كمان عم تحكي عن الأزمة يعني بس أنا دائما دائما بقول أنت لو تحكي عن أزمة أو بدك تحكي عن حرب لازم دائما نكون فيه مسافة إذنك تحكي عنها بشكل مباشر ولا بتشوف نشرة أخبار أنا بشوف دائما الفن بالفن لازم دائما نكون فيه مسافة لحتى تحكي عن الحدث صعب جدا بنفس اللحظة لأنه أنت عم تشوفه أنا بشوف لما بدك تحكي عن أي أزمة مهما كان نوعا سياسية أو غير سياسية تحكي عن هذه الأزمة من وجهة نظر ارتداداتها الإنسانية على مجموعة شخص عم تعيش هذا الحدث فأنا كتير مع أني أحكي عن جانب إنساني وارتدادات جوانب اجتماعية وإنسانية أكتر ما أحكي بموضوع فج سياسي معه وضده وليش وهذا بعدين هذا بعدين هذا فيه أشخاص ثانين بتحكي فيه ما أنت مهمتك كفنان ترصد وتحكي عن الجوانب الإنسانية يلي بتخص المواطن وبتخص الإنسان اللي أنت عم تجسله بشكل أو بآخر زائد مهمة الفنان دائما يشتغل بالفن ويشتغل بالجانب الإنساني أكتر ما يحكي بالجانب السياسي المحاكمة انتهت بردن وسلاما شكرا راح نروح إلى فاصل بعد الفاصل هاشتاغ عبداللون عمايري فيا هلا رمضان وهاشتاغ يا هلا رمضان بعد قليل اشتركوا في القناة